دكتور محمد أبو العلاد خبر عاجل لنا طبيب منتخب مصر قال لنا إن إصابة محمد الشناوي حارس مرمو منتخبنا عبارة عن جرح قطعي في الحاجب وإصابة خالد صبحي مدافع الفريق أو المنتخب أصيب بتمزق في عضلات الساق بحسن منتخبنا الوطني هتعود بإذن الله في التساعة صباح الأربعاء إلى القاهرة ألف سلامة على محمد الشناوي ألف سلامة على خالد صبحي يعني قدر أقولك جد بسيطة فكرة إنك تلعب عن نجيل السناية دي حاجة صعبة جدا يعني أنت كان ممكن لقدر راجلك إصابات كتيرا النهاردة بس الحمد لله عدت يعني عدت بقى أقل الخسائر الحمد لله لازم موضوع نجيل السناية ده يحصل في حاجة في الدنيا يعني تحديدا في دول أفريقيا يعني لازم بعدين المنتخب الموليتاني كان النهاردة يعني بيلعبه بكوة يعني بكوة تصل أحيانا لدرجة العنف صفات منتخب والصفات لعبين يعني ما كانش فيه مشاكل في الملعب ما كانش فيه مشاكل في الملعب بس كل تدخل كان بيبقى قوة جدا جدا يعني فالحمد لله ربنا حمل عبتنا النهاردة بس تسناية طبعا إصابة الشناوي وإصابة خالد صبح تسناية طبعا إصابة الشناوي وإصابة الشناوي وإصابة خالد صفات